وستة وثلاثين ألف فحص جديد على فئة مختلفة في المجتمع ساهم في الكشف عن ألف ومائة وتسع وعشرين حالة إصابة جديدة بالفيروس وجميعها حالة مستقرة وتخضع للرعاية الصحية اللازمة وبذلك يبلغ مجموع الحالات المسجلة ما يزيد على مائة ألف وخمسة ألاف حالة كما أعلنت الوزارة عن شفاء ألف وسبعين حالة جديدة من المرض بعد تلقيها الرعاية الصحية اللازمة وبذلك يكون مجموع حالات الشفاء قرابة ستة وتسعين ألف حالة أو ستة وتسعين ألف حالة هذا وتم الإعلان عن وفاة مصاب واحد وذلك من تداعيات الإصابة بفيروس كورونا المستجد وبذلك يبلغ عدد الوفيات في الدولة أربعمائة وثلاث وأربعين وفات أوضحت النيابة العامة للدولة من خلال منشور لها اليوم على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي المسؤولية المترتبة على نزع آلات إطفاء الحريق أو جعلها غير ترجمة نانسي قنقر